موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة قدرات ومرحبا بكم في فيديو جديد بخصوص الدفعة الثالثة من الدعم المادي المخصص للأسار المتضررة من جائحة كورونا كوفيد 19 فكيف في الفيديو اللي فات الحمد لله تم الإعلان عن الدفعة الثالثة اللي غادي تكون من 15 في شهر يوليوز ابتداء من 15 في شهر يوليوز غادي يبدأ تكون إن شاء الله صرف الدفعة الثالثة لفائدة الأسار المتضررة لكن ما خسنتهش نغفله على واحد القادية صغيرة اللي جت بها اليوم وزارة اقتصاد والمالية وعلنات عليها في بلاغ رسمي قبل قليل يعني قبل الساعة فنحاول نقرأوا هاد البلاغ مجموعين فلسينا للصفحة الرسمية دي الوزارة الاقتصاد والمالية اللي هي finance.gov.ma غادي يلقوا هاد البالغ هذا اللي هو آداء الدفعة الثالثة من الدعم ستنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع الغير مهيكلة آداء الدفعة الثالثة من الدعم الستنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع الغير مهيكلة وهذا الإعلان التاريخ دياله هو 13.07.2020 يعني اليوم الاثنين فمني غادي نحاول ونقرأوا نحاولوا جميعا نقرأوا إن شاء الله ونحاولوا نبسطوا النقاط المتعلقة بهذا البالغ تنهي لجنة اليقظة الاقتصادية إلى علم الأسر العاملة بالقطاع الغير مهيكل والتي فقدت مداخلها من جراء الحجر الصحي أن آداء الدفعة الثالثة من الدعم سيتم وفق المساطر والشروط التالية يعني هذا الدعم هذا المخصص الدفعة الثالثة ستكون عندها واحد المساطر واحد الشروط اللي سنعرفه وشنا هي إن شاء الله باش كاملين ستبدو تحت فينا مدع فأولا يقوم رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم بإرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 12 على رسالة نصية قصيرة خاصة بالأسرة اللي استفاد قبل من الدفعة الأولى والتانية هو اللي يصفط واحد ميساج من التليفون ديالله من نفس النمرة اللي يصفط بها الدفعتين الأولتين يصفط رسالة نصية لعني ميساج 12-12 يكتب في ذلك الميساج رقم البطاقة الوطنية رقم البطاقة الوطنية نميرو دوكارت نسيونال ويعتبر هذا الإرسال بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الواحد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم من جهة ومن جهة أخرى أنه فقد مداخله خلال شهر يونو 2020 من جراء الحجر الصحي قال لك يعني بحش تصريح بالصرف أو ثانيا فشك تصفط الميساج تقول لي ودي بالله رأي أنا ورب الأسرة اللي يستفيد ثانيا بأنه باقي متضرر من يعني تأثير ديالجائحة كورونا على المغرب أو على الاختصاد الوطني ثانيا ترسلوا رسالة النصية القصيرة ووجوبا من نفس رقم الهاتف الذي استعمله في المرحلة السابقة يعني يخصن صفته الميساج من نفس النمرة مشكلة تبدل تليفون ولكن نفس الشريحة يعني نفس النمرة سيفتها من الرقم ديالك ما سيفتش الغدلي وهذا الدفعة الثالثة من الرقم للزوجة ديالك أو الرقم للإبن ديالك رب الأسرة سيفت يعني رقم البطاقة الوطنية دياله من النمرة دياله اللي سيفت بها المرة اللولة والتانية ويفتح وباب تقديم هذه التصريحات ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 على الساعة الثامنة صباحا وقتاش سيفتش ان شاء الله لكي يبدو ويصفتق النمرة لكارت نسيونال لهم الـ 12 12 ابتداء من يوم الأربعاء يعني بعد الغداء مع الثمانية الصباح يعني يمكن تصف تنتهي مع السعود مع العشرة مع الحداش وغا مفتوح هذا باب إرسال أرقام البطائق الوطنية وإلى غاية يوم الجمعة 17 يوليو 2020 منتصف الليل يعني سيبقى هذا ان شاء الله يبتداء من الأربعاء مع الثمانية الصباح حتى الجمعة مع الثمانية الليل تقريبا 48 ساعة رابعا النقطة الرابعة تسحب الإعلانات بنفس الطريقة التي استعملت في المرحلة السابقة ابتداء من 18 يوليو يعني إن شاء الله من بعد ما ستعمروا نمير لكارت ناسيونال ديال كوم وتصفتوها من نفس الرقم إلى رقم 12 12 والناس الذين ستستفد لتذكير هم الذين يستفدوا من الدفعة الأولى والدفعة الثانية لا يوجد شخص متضرر وليست استفد من الأول والثانية وليست يستفد بالنسبة الناس في طور المعالجة صراحة ما قال لهم ما عرفنا ما يدرون معهم لأن ما خرج بلاغ رسمي من وزارات الاقتصاد والمالية هذا نقطة الرابعة تسحب الإعلانات بنفس الطريقة التي استعملت في المرحلة السابقة ابتداء من 18 يوليو يعني بحل المرحلة السابقة كل يجيه مصاج وفا كاش البنك الشعبي يجيه يدخل داخل البنك ويدلي بالرقم وبالبطاقة الوطنية وبحكم قبل هذا اليوم كنت عندي صديق الذي أخذ في وفا كاش وكنت سويلته فقال لي أن نقطة تشير لها الناس الذين لديهم البطاقة الوطنية وفات الناس الذين لديهم البطاقة الوطنية وفات لا سأعطيكم الدفعة الثالثة سريع إلى تجديد البطاقة الوطنية حالين توجد في ثمان الدفعة الثالثة إلى نهار 18 وانت عندك البطاقة الوطنية مازال في هذا طريق موافية لا اشتخذها يعكس معك سيقول لك بطاقة الوطنية تكون صالحة نقطة هنا أن الدفعة مني تخرج هذا الشخص إلى ما خرج الدفعة في 15 يوم ترجع للصندوق وليس حال يأخذ مرة أخرى يعني الدفعة مني يأتي الكود تخرج الفلوس في أسبوعين في ضرف أسبوعين يعني تخرج نهار الأول الثاني الثالث الرابع حتى نهار 14 يوم عندك الحق تخرج ونهار 14 يوم سأتعطي هم الكود الوفا كاش وال البونك الذي أعطيك ستخرج الفلوس سيقول لك رجعه يعني وما ماشي وما يدير ولكن وزارة المالية بنسبة اللقطة الخامسة ستولى المصالح المختصة إجراء عمليات المراقبة ويترتب على الإداء ببيان كاذب متابعة قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق يعني الناس اللي في حالها ولبس عليها وتهي يمزح مع الناس اللي محتاجين والله العظيم أنا عرفت شي ثلاثة دي الناس سبارك الله واحد عنده هري واستفد بألف درمتا يعني عيب حشوم يعني كاللي مسكين ضعيف وفي حالته وماستفد محتاج هالأقصى درجة وماستفد لهذا فقانون المالية الجديد هذا المشروع اللي غيديروه ودي المعلومات الشخصية فغادي الحمد لله ان شاء الله باش تكون شئ إيش إلا كان شئ إعانة من القدام غادي يغرب لهم غير غير لهم مدخول لها وما عند أبناء وما كارية وما كارية وهذه المعلومات كلها لك تبقى عند الدولة في واحد البلاصة فمنك يكون شي دائم ولا شي حاجة يكون معروف كون يكذب كون لم كذب هذا المشروع ولي قال ان شاء الله سيبدأ في هذا العام 2021 يمكن فالحمد لله الدفعة التالية ستكون البتداء النهار 18 في الشهر لهذا ستكون ترسلوا 12 12 ترسلوا لها رقم البطاقة الوطنية ديالكم من نفس الرقم اللي يصفتوا بيش حال هذا والناس اللي يستفتوا من الدفعة الأولى وتانية هم اللي عندهم الحق يعودوا يستفتوا هير شي هذا كل مكان بخصوص هذا الخبر الجديد ولا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تابونه في القناة وديروا جيم وبرتاجيهم مع بعض الناس باش سوى في الواتساب سوى في الفيسبوك باش أنهم يصفتوا رقم البطاقة الوطنية ويستفدو تاهم وتوحد ميضاع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة